السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بجميع المتابعين والمتابعات مرحبا بالجميع موضوع جديد مواضعنا المتعلقة بجال التربية والتعليم موضوع اليوم نقدم من خلاله بعض النصائح الواجب اتباعها من أجل الاستعداد الجيد والمنظم لمباريات التوضيف بالتعاقد أو مباريات الامتحانات المهنية ومباريات المتعلقة بميدان التعليم موضوع اليوم نقدم من خلاله بعض هذه النصائح من أجل الاستعداد الجيد لاجتياز مباراة توضيف بالتعاقد ومو واختبارات الامتحانات المهنية تقديم إذن الاجتياز مباراة توضيف بالتعاقد لا بد من اتباع خطة صحيحة من إجل الاستعداد الجيد لاجتيازها في هذا الموضوع سنقدم لكم أهم الخطوات التي يجب اتباعها لضمن المرور للشق الشفوي بكل أريحية حيث أن التفوق في هذه المباراة يعود إلى مدى جاهزية واستعداد المترشح والمترشحة ومن بين هذه الخطوات أولا يجب على المترشح والمترشحة الإطلاع على الأطول المرجعية فما يدى نعني بالأطول المرجعية؟ الأطول المرجعية وهي خطة أو خريطة طريق تصدرها الوزارة قبل المباراة تساعد المترشحين على استهداف المواد التي سوف يتم إجتياز المباراة فيها إذن قلنا الاطلاع على الأطول المرجعية لا بد للمترشح والمترشحة من معرفة الأطول المرجعية لمباراة المراكز الجهوية حسب التخصص الذي يود الترشحة له حيث أنه مع اقتراب المباراة تصدر الوزارة هذه الأطول المرجعية ثانيا وضع خطة منظمة إذن أولا أول شيء يجب القيام به وهو الإطلاع على الأطول المرجعية بعد الإطلاع على الأطول المرجعية ومعرفة المواد التي سوف تكون مستهدفة في المباراة نقوم المترشح والمترشحة بوضع خطة منظمة للاستعداد إذن بعد الإطلاع على الأطول المرجعية يجب على المرشح والمرشحة وضع خطة منظمة للاستعداد والمراجعة تتمثل هذه الخطة في مراجعة علم التربية ومواد التخصص بالنسبة لعلم التربية على المترشح القيام بتلخيص كامل ومركز للمراجع التالية من أهم هذه المراجع هناك الدليل البداغوجي للتعليم الابتدائي كتاب المفيد في التربية تلخيص تلخيص لكتاب المعين في التربية والإطلاع على المستجددات الحالية الرؤية الاستراتيجية القانون الإطار الخطوة الثالثة مواد التخصص إذن بعد الإطلاع على الأطور المرجعية وضع خطة منظمة من أجل الاستعداد هذه الخطة تشمل علم التربية ومواد التخصص إذن بعد أن تعرفنا على المراجع المتعلقة بعلم التربية ننتقل المرشح والمرشحة للاستعداد لمواد التخصص بالنسبة لمواد التخصص لسلك الابتدائي الأسئلة على العموم تكون في المتنول وغالبا لا تتجاوز مستوى الإعدادي والسادس ابتدائي تحتاج فقط لإطلالة على مقرارات سلك الابتدائي والإعدادي إذن بالنسبة لمواد التخصص لسلك الابتدائي يجب الإطلاع على مقرارات سلك الابتدائي والإعدادي أما بالنسبة لمواد التخصص لسلكين الإعدادي والتانوي على المترشح والمترشحة التمكن من مادة التخصص ويتم مطرح أسئلة انطلاقها من المقرارات الدراسية لهذا السلكين مع التوسع في المقرارات الجامعية إذن التمكن من مادة التخصص بالنسبة لهذه السلكين مهم جدا يحبّد أيضا الإطلاع على البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بكل مادة من مواد هذين السلكين رابعا الإطلاع على نماذج سابقة من المباريات إذن الخطوة الرابعة وهي الإطلاع على نماذج سابقة من المباريات للسنوات السابقة إذن من الضروري الإطلاع على نماذج لمباريات سابقة قصد الإطلاع على طبيعة الأسئلة التي تطرح ونوعية الاختبارات سواء مواضيع أو أسئلات من نظام الجديد التي تعتمد اختبارات كيلون سيم إذن من الضروري على كل مترشح ومترشحة وخاصة الذين يجتسون المباريات لأول مرة والذين لسلوهم خبرة في اجتياز هذه المباريات على اطلاع على المباريات السنوات السابقة سواء المباريات التي تتعلق بمواد التخصص أو بعلم التربية وهي عبارة سواء عن مواضيع أو عن أسئلات من نظام الجديد التي أصبحت الوزارة تعتمدها وهي عبارة عن اختبارات كيلون سيم إذن هذه هي الخطوات الأربعة التي يجب على المترشح ومترشحة اتباعها للاستعداد الجيد والمنظم لهذه المباريات والامتحانات المهنية ملاحظة يجب على المترشح والمترشحة أن لا يتعب نفتهه بكثرة المراجع لأن ذلك من شأنه أن يسبب الآرق والشعور بالدورة نظرا لكثرة المصطلحات واختلاف التعريفات إذن تجنب كثرة المراجع يحبد أيضا القيام بتلخيصات لما قرأناه فهذا يسهل من أمر المراجعة والاستعداد إذن من الأحسن كل ما قرأناه نقوم بتلخيص مركز له لأنه يسهل من أمر المراجعة والاستعداد إذن كان هذا هو موضوعنا اليوم والمتعلق ببعض النصائح لاجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد أو الامتحانات المهنية نتمنى التوفيق للجميع في اجتيازهم لهذه المباريات شكرا على حسن المتابعة والإصغاء لا تنسوا زيارة مواقعنا للإطلاع على مزيد من المواضيع التربوية التعليمية سواء في البداغوجية أو الدكتاكتك أو علوم التربية وكل ما يتعلق بتربية وتعليم نماديج جدادات وتائق تربوية إلى غير ذلك وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بكل ما هو جديد في حينه دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء في موضوع قادم بحول الله ترجمة نانسي قنقر